مرحبا بكم متتبعين الكرام في خبر جديد انتشار فيديو لعملية ارتشاء رئيس جماعة سيد الطيبي ذكرت مصادر أن النيابة العامة بالقنيطرة فتحت تحقيقا مع رئيس جماعة سيد الطيبي ونائبه بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متعلق بعملية ارتشاء وكانت درك الملكي قد استمع للرئيس المذكور ونائبه بخصوص شكاية تتهمه بالابتزاز تقدم بها احد المواطنين وتقدم ذات المواطن المتضرر بشكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يتهم فيها رئيس جماعة ونائبه بالابتزاز مقابل الحصول على وثيقة تخول له الاستفادة من السكن في اطار برنامج اعادة هيكل الدور الصافح وبحسب الشكاية فان المشتكي حصل على شهادة ادارية من السلطات بعد هدم سكنه الصافحي لكن رئيس جماعة رفض تسليمه وثيقة تفيد تعيين البقعة وطلب رشوة مقابل ذلك